الخبر ده يهم بشكل كبير جدا جماهير النادي الاهلي الخبر بعنوان العروض تنهال على لعبي الاهلي بعد الفوز بدوري ابطال افريقيا حنشوف بعد فوز النادي الاهلي ببطولة دوري ابطال الافريقيا على حساب الوداد المغربي ايه هي العروض اللي انهالت على لعيبة الفريق سواء بشكل رسمي او شفاهة تعالوا نشوف مين اللعيبة اللي جلها العروض دي احنا نتكلم على ست لعيبة اللعيبة الاول اللي معانا هيكون اللعيب حمدي فتحي نجم وسط نادي الاهلي حمدي فتحي بيتلقى عرض من نادي الوكرة القطري بمبلغ 3.5 مليون دولار لتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الاقرب تاني الاقرب ان النادي الاهلي يوافق على هذا العرض تلبية لرغبة اللاعب اللعب تاني معانا محمد عبد المنعم نجم دفاع النادي الاهلي محمد عبد المنعم بيتلقى عرض شفاهة من نادي الهلال السعودي برقم ضخم سواء للنادي الاهلي او للعب كراتب شخصي من المنتظر ان يصل العرض بشكل رسمي الى النادي الفترة القادمة هل النادي الاهلي حيوافق ام لا هنعرف اللعب التالت معانا أليو ديانج كنا قلنا ان في عروض بتنهال على اللعب قبل كده قبل حتى كمان المباراة الخاصة به النهائي نهائي كأس الابطال الافريقي أليو ديانج بيقول هناك بعض العروض الشفاهية التي وصلت له من خلال وكلاء العمال تحديدا من الدوري التركي بينتظر الاهلي وصول هذه العروض بشكل رسمي عشان يتم تقييمها يتم البت فيها عمر السولية عمر السولية طبعا كنا برضو اتكلمنا مع شز محمد والد عمر السولية وكان قال ان في بعض من العروض اللي بيتلقاها من اندية في الخليج التفاصيل بتاعتها نية العروض دي من الدوري السعودي والامراتي من بعض وكلاء اللعيبة اللعب ينتظر وصلها لي نادي الاهلي بشكل رسمي اللعيب الخامس اللي معانا اللي بيتلقى عروض كابتن حسين شحات حسين شحات اللعب لديه عرضين من الدوري السعودي خاصة مع تأخر تجديد عقده مع الاهلي بسبب الخلاف على البند الخاص بنسبة المشاركة لكن الاقرب هو استمراره مع الفريق والاقرب انه سيتم تجديد عقده اخر لعبين معانا هم احمد القندوسي ومحمد ضوي كريستو الاثنين عندهم عروض لعارة خلال الفترة الحالية الاهلي سيدرس العروض مع كولر بعد عودته من الصفر عارفين طبعا كولر بعد البطولة هو في اجازة لمدة اسبوع في سويسرا اذا كان العروض الخاصة بلعيبة النادي الاهلي حتى الان اشتركوا في القناة